خطة أمريكية لنقل معتقل جوانتانامو إلى اليمن تدرسها الإدارة الأمريكية في اتجاه ترسيخ وعد أطلقه الرئيس أوباما بإغلاق المعتقل الأمريكي المثير للجدل محادثات بهذا الصدد تجريها إدارة أوباما مع مسؤولين يمنيين تقضي بإنشاء مرفق احتجاز خارج العصيمة صنعاء ينقل إله عشرات المشتبه في طورطهم في الإرهاب من خليج جوانتانامو وأفغانستان بحسب ما كشفه مسؤولون أمريكيون ويمنيون خطة ستؤثر خاصة بحسب المصادر ذاتها على المعتقلين اليمنيين الذين يمثلون نصف عدد المعتقلين المئة والأربعة وستين القابعين حاليا خلف القطبان في قاعدة جوانتانامو البحرية الأمريكية في خالج كوبا وفي الوقت الذي باشر فيه مسؤولون يمنيون بحسب المصادر ذاتها دراسة الخطط الأولية لنقل القاعدة الأمريكية إلى بلادهم أقر مسؤولون أمريكيون أن الخطة تشوبها مخاطر عديدة بسبب انتشار جماعات مسلحة متطرفة في اليمن ناهيك عن خلافات تعتريها بشأن التمويل كذلك لم يخفي المسؤولون الأمريكيون قلقهم من تحول المعتقلين اليمنيين بعد الإفراج عنهم إلى استيناف أنشطتهم المسلحة في بلادهم من خلال الانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن التنظيم الذي قد يلجأ كذلك إلى استهداف المنشأة المدعومة أمريكيان في عقر دارها سيها بن زاموش العربية شكرا